اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من مرامج تنمية من اصلاحات سياسية اقتصادية ثقافية جعل لها لغة اي يمكن الامساك بخيوط عامة كيف تبدأ مصارها في الميكانزم تحركها ثم نتائجها المتوقعة فلا شك ان الجغرافية كعلم قديم قدم اضاءات مهمة جدا على الظواهر الانسانية في المجتمعات واسهم بدرجة من الدرجات في حسن ادارة عملات التغيير والاصلاح فعلى المستوى الجغرافي العادي من حيث ادرك طبيعة المناخ وطبيعة الارض وطبيعة السكان دائما تبدأ اي عملات تنمية او اصلاح او تغيير من فهم الواقع الموجود سواء في الدولة او بلدة او اقليم بدرجة من الدرجات والاخفاق في فهمة الظاهرة والمصلح التي تقف عليه احد عوامل الاخفاق الكبرى لكثير من الحركات وكثير من الدول فمثلا نحن في المجموعة نعتقد ان العالم العرب والاسلام لا تنقص الحماس لا تنقص العاطفة الاف من الشباب متحمسين لا شك جاءت في الحكومات مهتمة فعلا بحداثة نقلة نوعية في المجتمعات ولكن يأتي الخلل من عدم استعانى بكل الخبراء وكل المهتمين في مجال من المجالات حتى نحجز تغييره حقيقيا وليس مؤقتا فالكتاب يبحث في هذا الاطار اثر العامل الديمغرافي السكاني على عمليات التغيير والتنمية والاصلاح فهل العامل الديمغرافي من منظور الجغرافي مؤثر في عمليات التغيير ما هي المحازن التي يجب توخيها ما هي النتائج التي يجب التعاطي معها فالكتاب منطبط في هذه البصلة على اثر العامل الديمغرافي السكاني على حركات التغيير وعلى حركات النهوض وبناء الدول فالكتاب يحتوي على اربع فصول الفصل الاول يناقش يناقش شرائح السكانية وحركات التغيير والفصل الثاني يتكلم عن حجم السكان والفصل الثاني يتكلم عن الذاكرة عن الثلاثية الحساسة وحركات التغيير لملف العرق والدين واللغة والفصل الأخير يتكلم عن الذاكرة التاريخية والثقافية لهذا الاقليم نحن انطلقتوا في هذا الكتاب من أن الاقليم بمعنى في الكتاب استلاح الدولة هي الأب أب الطبيعي لكل ما عليه من مؤسسات من حركات من هيئات والحركات وغيرها هي ابن لهذا الأب فكلما كان الابن أكثر فهماً شخصية أبيه وإدراكاً لتاريخه وإدراكاً أيضاً لأمراضه وإدراكاً لتطلعاته كلما كان هناك فرص نجاح أكثر أما إذا كان الابن الحركات أو غيرها بها مظاهر عقوق في نظر تتمثل في عدم فهم الطبيعة الجغرافية لهذا الاقليم عدم فهم الذاكرة التاريخية لهذا الاقليم عدم فهم الطبيعة النفسية لهذا الاقليم في نظري في هذا الكتاب تكون فرص الفشل أكثر من فرص النجاح فالكتاب هو البحث في كيف نضبط العلاقة بين الحركات أو المؤسسات الحالمة والساعية لإحداث تغيير في المجتمعات وبين هذا الأب كيف نجعل هذه العلاقة علاقة اتساق وعلاقة بر وعلاقة فهم حتى يمكننا أن ندفع في اتجاه إحداث لقلات نموعية إصلاحية في المجتمعات العربية والإسلامية في هذا اليوم سنتناول الفصل الأول من الكتاب هو الشرائح السكانية وحركات التغيير نقصد أولا في هذا الكتاب بمصطلح دموغرافيا هو العلم الخاص بدراسة الظواهر البشرية من حيث التوالد والوفيات ومعدلات العمر وأماكن التركز ومن حيث الكثافة ومن حيث حركات الهجرة اليومية وحركات الهجرة السنوية في دخل الإقليم لا شك أي إقليم الآن أي دولة الآن في دول العالم السكان هو الجزء المتحرك الغير ثابت على ظهر هذا الإقليم فمثلا في حالة المصرية تقريبا يدخل القاهرة يوميا ويعود إلى يدخل القاهرة يوميا في هجرة يوميا من السكان المصريين قرابة ما يزيد عن عشر مليون زائر يومي للقاهرة في شكل موظفين أو عمان ثم يعودون إلى الأقليم الحركة أيضا من الجنوب من الصعيد إلى الشمال الهجرة من الأرياف إلى المدن دائما الملف الديمغراف هو ملف حيوي ومتحرك ودائما الحركة في داخل الأقليم بحكم الطبيعة الجغرافية أو حكم عوارض تطرأ على هذا الإقليم فعند بناء السد العالي في الحالة المصرية تم نقل وتاجير سكان النوبة إلى مناطق أخرى تجنبا للغرق ففي النهاية العامل السكاني الديمغرافي بطبيعته هو عامل غير ثابت عامل متحرك مؤثر جدا في ظهر ومؤثر جدا في مصرح الإقليم فعندما نتكلم عن التغيير التغيير في حد ذاته هو هدفه حدث نقلة نوعية من آلف إلى باء أو من باء إلى جيم فهذه النقلة نوعية تتم وفقا طلعاتها ولأ السكان فالتغيير يحدث أولا في قناعتها ولأ السكان للإقليم ثم في إحداث برامج واعدة تجعلهم يستفيدون من ثرواتي ومن خيراتي هذا الإقليم فالحركات تنشأ في داخل هذا الإقليم فينبغي لقالة الحركات ينبغي لمن يشتغلون بملف التنمية في الوزارات في الهيئات في الحكومات أن يدركوا أن غايتهم الكبرى هو إرضاء هذه الجماهيل للسكان وتحقيق أبل ومتطلعتهم في الاستفادة القصة من ثروات وإمكانيات دولة ما أو إقليم ما في أي قارة من القارات فالفصل الأول كنا نناقش فيه الشرائح السكانية وعلاقتها بحركات التغيير هذا الفصل يحتوي على خمسة محاور المحور الأول خليطة الشرائح السكانية وعلاقتها بالتغيير المحور الثاني أليات تقسيم الشرائح السكانية المحور الرابع هل يمكن استراد حلول والحلول والستراتيجيات لسكان من خارج الإقليم الفصل الخامس يناقش الحركات المهاجرة التسعة إلى التغيير من خلال استقراء الحركات التغييرية العالمية هناك بدلنا أن هناك منطق حاكم لهذه الحركات وهناك تقريبا تراتوبية تبدأ بها هذه الحركات سواء من ناحية التاريخية أو ناحية جغرافية أي حركة من الحركات أي مشروع من المشاريع الفكرية الثقافية الاجتماعية يستند بدرجة من الدرجات على ثلاثية هامة جداً لا بد أن تدرك بدرجة عالية جداً أول هذه الثلاثية أن أي حركة هي تعبر عن طموح وآمال واحتشاد وإمكانيات مفاتحة على المستقبل تبدأ بفرد أو اتنين أو على أخصى قدر مجموعة مجموعة حالمة ترى أنه يمكن نقل هذا الإقليم وهلاء السكان من هذا الواقع المزرق اقتصادياً أو سياسياً أو اجتماعياً إلى واقع أحسن إلى واقع أفضل هذه الشريحة تسمى في حركات التغيير شريحة البدل شريحة البدل هي شريحة عطيفتها تملك عاطفة متدفقة تملك آمال حالمة تملك أيديولوجيا حاشلة توشر بها في داخل هذا الإقليم وفي هذه الدولة هذه الشريحة البدل تبدأ غالباً كافة الحركات بشرائح بدء قد تكون قليلة قد تكون في شكل مصلح ملهم كما هو ستونج قد تكون في شكل نبي مرسل كالنبي عليه الصلاة والسلام بشر مجتمعه بغد مشرق إذا هم انحازوا إلى مبادئه وإلى دينه قد تكون شريحة البدل مجموعة من الباحثين في مركز من المراكز تبشر بإمكانية حل مشكلة من المشاكل إذا تم الاحتشاد حولها الشريحة الأخرى الهمة جداً في شرائح التغيير أو في حركات التغيير هي شريحة التغيير ذاتها فإذا كانت الشريحة الأولى هي الشريحة المولدة للأفكار الشاحنة للعواطف المهيئة للنفوس الآثرة بخطابها وبأدبيتها وأيدولوجيتها فهذه الشريحة على رغم كل هذه المقاومات لا تملك غالباً إحداث التغيير الحقيقي في جسم الإقليم وفي الحالة السكانية الموجودة إلا إذا حازت لها شريحة أخرى تملك أدوات التنفيذ تملك أدوات القدرة لتجعل هذه البرامج التي بشرت بها شريحة البد تدخل في دنيا الناس وتدخل في مساحة التنفيذ وفي مساحة العمل قد تكون حركة من الحركات حزب من الأحزاب يملك أيدولوجيا واعدة لإنقاذ مجتمع ما من تحدي الاحتلال أو البطالة أو الفقر أو إلى غيرها أو الاستبداد لكن هذا البرنامج لن يختبر ولن يجد فرصاته الحقيقية إلا إذا وجد أنصار الحقيقيين لهم القدرة على حمل هذا الحزب إلى الفوز في انتخابات ما أو إلى الضغط على تعديل قواعد اللعوة السياسية حتى يمكن تطبيق هذا البرنامج بشكل عملي ثم يأتي بعد شريحة التغيير شريحة هامة جدا وغالبا ما يحدث هناك خلل كبير في هذه الشريحة أو في ليس خلل فيها ولكن فيه تركيز الاهتمام والرؤية والسيطرة عليها كثير من الحركات قد يكتب لها النجاح في اختيار شريحة البد ويكتب لها النجاح في اختيار شريحة التغيير وقد تحدث استغييرا حقيقيا ولكن غالبا أو كثيرا من الحركات تفشل في اختيار شريحة البناء شريحة البناء نعني بها كيف يمكن لهذه الحركة التي وصلت إلى سلم السلطة وإلى سلم التنفيذ أو كيف تنجح هذه الحركة التي وصلت إلى وزارة من الوزارات أو تنجح هذه الحكومة التي أصبحت الآن مهمة على إقليم من الأقليم أن تحشد كل تقاطي المجتمع باختلاف الأجناز والأنواع والأعراق واللغات في الانحياز إلى برنامجها وإلى تطبيق هذا البرنامج غالبا الحركات تقع أسيرة نجاحها في البد ثم في التغيير وتتغافل بدرجة من الدرجات على شريحة البناء فإذا تنكبت الحركة ضبط مرحلة البناء والاستقرار غالبا ما يتحول المجتمع إلى عصى في عجلة التنمية وليس إلى ترس يدور في صالح عجلة التنمية فمثلا الحالة السودانية نجحت الحركة في البدء نجحت في التغيير لكن الآن تعاني الحركة السودانية خاصة الحزب الحاكم الآن وعلى خرابة عشرين سنة في سدود الحكم من لملمة الحالة السودانية ومن التعاطي مع العرق المختلفة لأنها تحركت في الإقليم بفق الحركة وليس بفق الدولة فأول محور في هذا الكتاب كنا نناقش أن حركات التغيير لا بد أن تعتمد على سلاثة شرائح كبرى هي شريحة البدء وشريحة التغيير وشريحة البناء فالآن نتكلم هذا كان عن مستوى النظري كيف يمكن أن تختار حركة ما شريحة البدء ثم شريحة تغيير ثم كيف تتحرك بأريحية في ملف أو في شريحة البناء ما علاقة هذه الثلاثية التي تكلمنا فيها بالشرائح السكانية الموجودة في إقليم من الأقاليم الشرائح السكانية في إقليم من الأقاليم أولا يبغى للحركات أن تدرك طبيعة تقسيم شرائح السكانية في منطقتها من حيث عدة تقسيمات أولا أي مجتمع من المجتمعات لا بد الآن مع تقدم علم الإحصاء متوفر إحصائيات ضخمة جدا عن حجم السكان عددهم عن كثافتهم عن توزيعهم عن حركاتهم اليومية عن مستوى الوفيات عن مستمل على مستوى الموليد فهذه الإحصاءات لا بد لمن يريد أن يحدث تغيير في مجتمع ما أن يلم طبعا لا أدعو في هذا الكتاب أن تقوم الحركات والمؤسسات الثقافية والاجتماعية بعمل وزارات موزية للإحصاء وعدد السكان لا الآن توفرت عديد من المعلومات عن طبيعة كثير من الأقاليم مع عدد سكانها كما أشرت في المقدمة الشراح المجتمع والشراح السكانية يمكن أن تقسم بعدة آليات الآليات الأولى يمكن أن نقسم سكان إقليم من الأقاليم أو دولة من الدول من الدول حسب الأعمار مثلا طلاب فما فوقهم أو حسب الطبقة الاجتماعية نقول طبقة عليا وطبقة وسطى وطبقة دنيا أو حسب المهن نقول والله العمال الفلاحين المثقفين العسكر أو حسب المستوى التعليمي إذا كنا أميين وحاصين على تعليم أساسي أو جامعيين فهذه التقسيمات متعددة ومتبينة ومتعارفة عليها في علم السكان فينبغي للراغف يحدث السغير أن يلم أولا كمحطة أولى في محطات التغيير الفكرية أن يدرك الطبيعة السكانية والدمغرافية لهذه الدولة التي يعمل فيها ويتحرك لها ومن أجلها وأن يعتمد آلية من آلية التقسيم فإذا حاب يعتمد آلية الأعمار أو آلية المهن أو آلية التركز أو آلية المستوى التعليمي اختيار شريحة من شرائح المجتمع إحداث تغيير ما أيضا يخضع لعملية أخرى يخضع لمفهوم آخر وهو مستوى التغيير المطلوب إحداثه هل مطلوب تغيير إحداث طفيف هل مطلوب إحداث تغيير عميق وأفقي وجزري أو مطلوب إحداث تغيير جزء في منطقة من المناطق فتكلمنا الآن عن شرائح حركات التغيير ثم تكلمنا عن دموغرافيا الأقليم والدول التي ينبغي إدركها وكيف تقسم الشرائح الاجتماعية ثم انتقلنا إلى مسافة أخرى كما سمعتم إلى أن اختيار الشرائح الاجتماعية يخضع لأهداف التغيير وإلى سياسات التغيير الآن نأتي إلى تطبيق ما تكلمنا فيه من هذه الشرائح على الواقع الاجتماعي مثلا إذا لحظنا التجربة الهندية في إحداث التغيير والعطاق من الاحتلال ومن التاج البريطاني الهند في فترة طويلة تاريخيا وقعت تحت الاحتلال الإنجليزي هذه القارة الضخمة قبل أن تقسم إلى باكستان وإلى بنجلاديش وإلى غيرها كانت شبه قارة شبه جزيرة عائمة على خيرات وثروات وقعت تحت الاحتلال الإنجليزي بالرغم من أن عدد سكان الهند كان يتخطى بمراحل كان تقريبا في الحالة الهندية في مئة ألف جند هندي مئة ألف جند إنجليزي مقابل تلتمئة مليون مواطن هندي لكن كما ندرك أن مراحل الحطاط الأمم ومراحل التخلف يمكن أن تفتر على الأمم قوة أقل لكنها أكثر تقدمة في عالم أفكارها وفي عالم علاقاتها وفي عالم مشاريعها في الحالة الهندية وقعت الهند تحت للضغط جدا ثم برز مصلح كما تكللنا في شريحة البد غندي هذا الرجل الذي تربى في الساحة الهندية وخرج إلى جنوب أفريقيا كيعمل كمحامي يدافع عن الملونين في نظام العزل العنصوري في جنوب أفريقيا توصل إلى رؤية ما أن يمكن إخراج هذا المحتل الإنجليزي عبر حرب العنف وعبر عدم استخدام العنف وبدأ في التبشير بهذه الأفكار ولكن يلاحظ أولا غندي قبل أن يتحرك كما من خلال الدراسة طفق كل أرجاء الهند باحثا ومتفهما وعارفا لأقليم سواء الريفية والمدنية واطلع على تشكيل الأحزاب وعلى تركز السكان وعلى غيرها من الملفات ثم بدأ بعد فترة ما يبشر بفلسفته الحالمة الواعدة أنه يمكن أن نخرج هذا المحتل الإنجليزي عبر سياسات التسامح وعدم استخدام العنف أول هذه التجارب التي انطلق منها غندي مدركا بشريح السكانية هو أدرك أن الأرياف والفلاحين هم بعيدين عن القبضة الاحتلال بدرجة من الدرجات عكس المدن فاختار ببراعة الاختيار أن يبدأ بهذه الشريحة شريحة الفلاحين وأن يبدأ من القرى ثم يتاجه نحو المدن فأول من أشهر مقام به غندي في هذا المصار مصيرة الملح تحرك من القرى وحشد أهل الريف إلى كسر قانون احتكار الملح المفروض من المحتل الإنجليزي وبدأ يدعو الناس إلى مقاطعة الملح ومصانع الملح الإنجليزية في الإقليم الهندي ثم تحرك بهذه الحشود الضخمة في حجد أسطوري نالة تغطية وسائل الإعلام العالمية في هذه الفترة ونجح في مسيرة الملح أن يتجه إلى الساحل الهندي وأن يبدأ بغالي ماء البحر في الأبريق وعلى الحطب حتى نجح في كسر قانون الملح الإنجليزي نلاحظ في هذه الحالة اختار شريحة الفلاحين تحرك من القرى في اتجاه المدن ثم انتقلت هذه العدوى عدوى المقاطعة وإن كان إسقاط المحتل الإنجليزي إلى المدن فبدأت تتحرك إلى العواصب الهندية الكبرى وبدأت في هذه المدن حملة مقاطعة المنسوجات الإنجليزية فبدأ الغزل اليدوي وكان غد يقوم بنفسه بهذا فنجحت هذه المقاطعة لكسر قانون الملح ومقاطعة المتاجر والبضائع الإنجليزية وفي هذه الحالة نجد براعة جدا في اختيار شريحة البد ثم في اختيار شريحة التغيير سكان المدن وأعقب طبعا في خلال هذه المسيرة أعقب تدخلا ذلك تدخل إعلاميا شديدا نقل فضاعة وجسامة وبشاعة المحتل الإنجليزي في استخدام العصي الحديدية الفلازية التي كانت تقرع رؤوس المتظاهرين الهنود ففي هذه الحالة نرى أن الحالة الهندية بزعامة القائد غندي نجحت في اختيار شريحة البد والتي تمثلت في غندي ورفقائه من التبشير بفلسفة واعدة ثم حصلت هذه الشريحة على شريحة التغيير في المدن ثم بعد ذلك انطلق المشروع الهندي الآن أصبحت الهند رقما عالميا كبيرا في المشروع الحضاري لاستعابه تقريبا بدرجة من الدرجات روح التسامح الموجودة في الحالة الهندية بين المسلمين والهندوس وإلى غيرهم والمسيحيين فلا شك الحالة الهندية تمثل مثالا جيدا ينبغي الاستفادة منه في فلسفة اختيار شرائح البدء والتغيير والاستقرار وبراعة التركز الجغرافي وانطلاقة من القرى نحو المدن واناك ايضا تجربة اخرى من الساحة المجاورة للحالة الهندية وهي ننتجي الى التنين الصيني التنين الصيني في مرحلة ما من التاريخ لم يكن تنينا زعضلات قوية كما نراه الآن فاغرا فا ممسكا بتلبيب الاقتصاد الدولي التنين الصيني ما نراه الآن واركز على هذا بدأ من مرحلة صفرية ففي مرحلة ما قبل ما وقبل الثورة الصينية الهند كانت تقع تحت نير الاحتلال الياباني واحتلال فرنسي واحتلال بريطاني دام مددا طويلة ثم كانت الحالة الاقتصادية المجاعة تضرب الجسم الصيني ثم امراض العمى ثم حرب الافيون او تجارة الافيون المفروضة على الشعب على الشعب الصيني من خلال الانجليز كان الافيون يزرع في الهند ثم ينقل ثم ينقل الى جسم الصين وفقيات دولية فكان الشعب تقريبا به قرابة مئة مليون مدمن في هذه الحالة خرج شاب صغير مثلا شريحة البد قال يمكن للصين ان تكون رقما يمكن ان نتحرر يمكن ان نوحل الصين يمكن ان ننتقل من الصين من الفقر والجوع والجهل الى التقدم والى الرقي تحرك ماو بفلسفة يسرية اشتراكية في اول الامر استنسخ فيها التجربة السوفيتية من حيث الاعتماد على طبقة العمال هنا تم اختيار الشريحة الخطأ الساحة الدمغرافية السكانية في الصين في هذه الحالة كانت تختلف تماما عن الساحة السكانية الدمغرافية في الحالة الروسية الحالة الصينية في تعداد السكان في هذه الحالة كان في الصين في مرحلة ماو فقط من قرابة من 4 الى 5 مليون عامل مقابل 500 مليون فلاح فلما بدأت هذه الثورة الصينية وبحكم الارتباض الحزب الشيوعي وفلسفة الحزب الشيوعي القائمة على العمال بدأت هذه الثورة اولا في مدن العمال وبيع المقاومة من الكومنتينج بشعة وتم اجهاد الثورة هنا اعتزل ماو الحياة النضالية وجلس في بعض القبال فكر ان هذه الشريحة التي اعتمد عليها الشريحة العمال لا تصبح في الحالة الصينية فغير الفلسفة ورفع شعاره الجديد ان الثورة تبدأ في حقول الارز اي ان الثورة تبدأ في حقول الفلاحين بتحرك مع الفلاحين وحشد هذه الشريحة اعتبرها الشريحة التغيير واعتمد عليها وتحرك فيما يعرف مسئلة الزحف العظيم او الطويل وكانت خلطنا الفلاحين باسلحة متنوعة ما بين الصينية ما بين الانجليزية ما بين الايطالية ونجح في تحرير الصين من المحتل وفي اخراج الاسرة الامبراطورية الحاكمة ونقل الصين نقلة نوعية في هذه الفترة بعد نجاح الثورة الماوية 1947 هنا نلاحظ ان سوء اختيار الشريحة الاولى للحركة سوء فهم طبيعة الاقليم الصيني استنساخ تقربة من خارج الاقليم بلا دراية وبلا رؤية سببت فشلا كبيرا ولكن يحمد لهذه الحركة انها لم تجمد لم تتصلب كان عندها مرونة في اختيار الخيارات الاستراتيجية فنجحت بدرجة من الدرجات في التغلب على سوء اختيار شريحة التغيير من العمال ونقلتها الى شريحة الفلاحين انا قد تحدثت عنها حيث الاعمار والسن الان نأتي الى المحور الثالث في الفصل الاول وهي الشريحة بعنوان الشريحة الذهبية حركات اليسار للتغيير فلسفتها كانت قائمة على استعمال العمال بدرجة للدرجات وشعار عمال العالم التحيد هذا الشعار في الستينيات والخمسينيات كان له رواجا كبيرا بحكم ان المجتمعات كانت تحرك فيها الافكار اليسارية مجتمعات كان يغلب عليها فعلا وجود شريحة ضخمة جدا من العمال ومن الحرفيين كان يغلب عليها تطلعات عمالية لإحداث تغيير بدرجة من الدرجات ولكن لا شك الان مع انتصار المشروع الليبرالي مقابل المشروع السوفيتي او انه قلنا الفلسفة الاشتراكية والشيوعية في الصين حدث في روسيا حدثت تغيرات ضخمة جدا في طبيعة دموغرافية الشعوب فاختيار الشرائح ايضا تغير لم يعد تقسيما نمطيا عمال وفلحين او عمال ومثقفين او طلبة وإلى غيرهم ولكن لا شك كل اقليم مع الزمن يحدث تغير كبير جدا في طبيعته او تركيباته السكانية فانطلاق الى سياسات السوق المفتوح والى التجارة المحررة قضى بدرجة من الدرجات على التكتلات العملية الضخمة في مجمعات ضخمة كما كانت تقوم الدول الاشتراكية مثلا حالة مصرية تجمعات ضخمة في الحديد والصدب تجمعات ضخمة في النسيق كل هذه التجمعات الان تكتة تلاشة او تلاشة بدرجة من الدرجات لصالح فلسفة اقتصادية اخرى فالسؤال هل هناك بسط هذه الشرائح كلها شريحة تزيد ولا تنقص شريحة ذهبية يمكن التعويل عليها في البدء وفي التغيير من خلال استعراضي في هذا الكتاب للديمغرافيا الحالة العربية والاسلامية هناك شريحة تزيد ولا تنقص شريحة ذهبية تملك صدور فارغة يمكن البناء عليها هذه الشريحة يا شريحة الطلاب الجسم الاسلامي والجسم العربي عموما هو جسم دمغرافيا شاب اي في مرحلة عدد الشباب فيها يزيدون عن عدد الشيوخ والعجائز عكس اوروبا العجوز اوروبا العجوز الان عدد كبار السن يغلب عن عدد الشباب بل في دول وصلت مرحلة نمو دمغرافي الى ما دون الصف الحالة الروسية الان مشروع واعد مشروع يملك ايدولوجيا الان لكن احد عيوب انه لا يملك بشرا النمو السكان الروسي الان وصل الى مرحلة دون الصف يعني انتكاد تكون الان بدأت تغادر هذه المحطة في اتجاه ان يكون عدد زيادة مثلا واحد في المئة سنويا فالحالة الاسلامية هي حالة فائرة وحالة ثائرة من جهة النمو دمغرافي والكتلة الشبابية فيها كتلة كتلة ضخمة جدا فمثلا البنية عدد السكان مثلا الشباب في مصر من الفئة العمرية من 15-35 سنة يشكلون 35% من اجمال السكان في السودان الفئة العمرية من 15-30 سنة يشكلون نسبة 41% من حجم اجمال السكان في فلسطين المحتلة يشكل الشباب الفلسطيني 36% من حجم السكان في الاردن يوصل الشباب 30% من حجم السكان في تونس 30% من حجم السكان هم من الشباب في لبنان 20% من حجم السكان هم من الشباب فإذن الشريحة الشابة الشريحة الواعجة الذهبية شريحة الطلاب في الساحة العربية والساحة الإسلامية قطاع الطلاب وقطاع الشباب يمثل نسبة كبيرة جدا من الفئات يعني قطاع الشباب بشكل عام سواء كانوا في الجام سواء كانوا في المتعلمين أغير المتعلمين هو شريحة كبيرة جدا ايضا شريحة الطلاب في داخل الشباب او الذين يطلبون العلم سواء في الجامعات مرحلة ثانوية او في الجامعات المختلفة هم ايضا في داخل شريحة الشباب شريحة كبيرة جدا فمثلا عدد الجامعات الان في الساحة العربية والاسلامية يعني يزيد عن 150 جامعة مقارنة بنحو 50 جامعة في سنة 1987 فالان الحالة الديمغرافية هي حالة شابة ثم حالة الطلاب حالة الشباب حالة الطلاب في داخل الحالة الشابة ومعدد كبير جدا كثير من الحركات التغييرية من الدول اعتمدت في اولها على شريحة الطلاب والشباب في حدث تغيير كبير في الحالة السقافية والحالة السياسية شريحة الطلاب هناك رؤية جغرافية لها او رؤية سياسية في علاقتها بالتغيير هناك مدرسة تقول هذه شريحة مهمة جدا وفاعلة وأثرت في التاريخ التغييري على نطاق دول العالم شريعة أخرى تقول شريحة الطلاب يمكن أنها كانت تبدأ بالأفكار تبصوها في المجتمع ثم لا تملك قدرة على التغيير في نهاية القول ينبغد العاملين في الصحة العربية والإسلامية من حكومات وأحزاب وحركات أن تكون اهتمامها حقيقة بشريحة الشباب لحمل الأفكار الواعدة التي ربما تنفقد المجتمعات إلى مسافة أكبر أو إلى مسار أوسع نحو التنمية والنهضة والحضارة ناخد نمازج من حركات التغيير اعتمدت على الطلاب أو على شريحة الشباب وكان لها نجحت كبيرة جدا أولا التجربة مشهورة جدا وقعت في 1998 أو بدأت في 1998 هي الحالة السربية حركة أدبر هذه الحركة بدأت في سربيا في أعقاب يعني الضغوط الدولية على سربيا في أثار حرب البوسنة وإشكالات العرقية في هذه المنطقة وإفلاس نظام موليزوفيتش في تبشير بيصير بيالكبرى وعدهم بالتنمية والاستقرار بدأت حركة طلابية في جامعة بيلجراد كان عدد هؤلاء الطلاب لا يتجاوز عدد أصابع اليد بقليل حوالي 20 شباً أعماره لا تزيد عن 20 عاماً نجحوا نجحت هذه الحركة الطلابية في البدء في التواصل مع جموع الشعب في التحرق من القرى إلى المدن أسس الشبكة قوية جداً على الإنترنت من أجل إحداث تغيير حقيقي فبدأت الحالة السربية تقريباً من شرائح الشباب والطلاب ونجحت في إحداث التغيير في الحالة أو في الحالة السربية الحالة الأخرى القريبة من الحالة الإسلامية أو الحالة العربية التجربة السودانية حركة الإسلامية السودانية اعتمدت في بناءها التنظيمية على الاعتماد على شريحة الطلاب والشباب ودمجت في فلسفة الحركة ما بين فكر إخوان المسلمين في مصر وفكر الجماعات الإسلامية في باكستان تأثرت أيضاً ببعض الفلسفات الشيوعية من حيث الانتفاع بخدرتها على التنظيم والفكر الأوروبي وجددت شكل تنظيمها بدرجة من الدرجات استهدفت هذه الحركة في أولها شريحة الطلاب كانت دائماً هذه الحركة تنحاز إلى شريحة الطلاب وبدأوا في انتخابات اتحاد الطلاب فاز فئة هذه الحركة في عام 1986 بقرابة 23 مقعد في الانتخابات الطلابية ثم انتقلت هذه الحركة ومزجت بين السر والعلن ونجحت في درجة من الدرجات في جذب شرائع الشابة في الجسم السوداني من خلال الجامعات واحتشادهم ثم انتقلت هذه الشريحة إلى شريحة التغيير وتم احدث تغيير في الحالة السودانية إذا أردنا أن نتاجها سوياً ونسافر إلى أفغانستان تسمعون عن حركة طالبان حركة طالبان لا شك أن طالبان في هذه اللغة البشتونية أو اللغة الأفغانية تأتي من الطلبة فعملياً وتاريخياً الذي قام في هذه الحركة هم الطلاب الدرسون للفقه الحنفي أو الأمور الفقهية في المدارس الموجودة في أفغانستان أو للحدود ما بين أفغانستان وما بين مكستان هذه الشريحة الطلابية انتفضت بقيانة الملة عمر عندما وقع التراب وعقب التراب ضخم جداً في حل الأفغانية بعد خروج السوفيت وتناحوة الريدتان بين الفصائل الأفغانية هذه الشريحة الطلابية بقيانة الملة عمر هم فعلاً طلاب رفعوا الشعار قل لهم عالم أبيض تعالوا كلام التوحيد إلى الله وحمد رسول الله انطلقت هذه الشرائح من طلاب الدرسون في أفغانستان في باكستان وعرفوا اسم طالبان ثم تحركوا إلى اتجاه أفغانستان والملة عمر كان أحد الطلاب النبيين في كل مؤهلاته الأولى وكان شارك في قطر للأسوفيت ولكن كان من أحد المدرسين أو المدرسين النبيين في هذه المحاضن أو المعاهد الخاصة بالطلاب في الجسم الأفغاني هذه الحركة نشأت في منتصف 1994 بولاية قندهار جنوب أفغانستان ظهرت إعلامياً في أكتوبر 1994 وتحركت هذه الحركة ونجحت في بسط السيطرة على كامل التراب على تقريباً 5% من التراب الأفغاني وفعلاً نجحت في بسط الأمن والاستقرار إلى الجسم الأفغاني ولكن طبعاً تدرون الآن الحرب الأمريكية على أفغانستان ورغم ذلك هذه الحركة رغم هذا الضغط الأمريكي الغرب الضغط على أفغانستان ما زالت تسمعون تقوم بشراسة ضخمة جداً لأنها فعلاً حركة شابة طبيعتها أصلاً من الشباب نجحت في إحداث تغييرهم سابق في أفغانستان تملك حاضنة اجتماعية قوية في قليم قندهار وغير يوم حولها تملك حاضنة قبلية ضخمة جداً في قبع البشتون فهنا نرى أن شريعة الزابية طلاب كان لها تجليات نجاحات كبرى في الحالة الصربية في الحالة الأفغانية في الحالة السودانية فنكون الآن وصلنا إلى المحور الرابع في الفصل الأول تكلمنا في المحور الأول عن حرية الشرائح السكانية وحركات التغيير عن أليات تقسيم الشرائح السكانية والنماذج التطبيقية ثم تكلمنا عن الشريحة الذهبية الفاعلة في الحالة العربية والحالة الإسلامية الآن نختم بالمحور الرابع في الفصل الأول فهل بسؤال كبير هل يمكن أن تأتي حركات مهاجرة أو برامج إصلاحية من خارج الإقليم بأشخاص وأفراد للدخول في إقليم مالح لا يستغيير فيه يمكن لازل حركات أن يكتب لها النجاح أولاً نحن في الكتاب اعتمدنا فلسفة كبرى أن الإقليم والدولة والأب وأن الحركة هي الإبن كلما كان الإبن يحمل الجينات الوراثية لهذا الأب وكان يعرف كيف يتصرف ويعرف انفعلات أبيه ويعرف كيف يحركه إلى اتجاه واتخاذ قرار الأصعب كلما كان هناك نجاح أما أن تأتي حركات من خارج الدولة ومن خارج الإقليم لإحداث تغيير غالباً ما تفشل هذه الحركات إلا في سسناءات قليلة جداً خاصة في سسناءات مقاومة المستبد والمقاومة المحتلية يعني الحالة العراقية بعد دخول الاحتلال الأمريكي إلى العراق أول من قاوم في هذه الحركة ويعني كان أسرع في رد الفعل والمقاومة التي ظهرت بشكل سريع جداً في الحالة العراقية هم كانوا المجاهدين القادمين من خارج العراق بحكم أولاً وجود دفعية قوية جداً استعدادهم قبل دخول الاحتلال تملكهم عاطفة موحدة دولوجيا إسلامية حاشدة ضخمة جداً نجحوا في أول الأمر في تكبيل المحتلل الأمريكي خسائر ضخمة جداً ولكن بعد ذلك لعدم فهم الطبيعة العراقية كما تسمعون وكما تعرفون نتجة اشتباكات ضخمة جداً بينما يعرف بالصحوات بينما يعرف بالقاعدة ويكاد يكون حربة القاعدة من داخل الجسم العراقي لأنها تبنت خطاباً مغيراً لا يتسق بضلجة من الدرجات مع مكونات المجتمع العراقي الموجود فقد تنجح حركات تأتي في خارج الإقليم كابن مستعار أو ابن بالتبني ولكن قد تنجح فقط في ملفات المقاومة المستبد والمحتل أما أن تبني نهضة في داخل هذا الإقليم غالباً ما حكى جلدك مثل ظفرك تحتاج سكان الإقليم أن يكونهم فعلاً القائمين بهذه الحالة هذه كانت في الحالة العراقية أيضاً في الحالة الكوبية وحالة شيكفارا لا يشك أحد في شيكفارا كمناضل وسائر وبطل نجح مع كاسترو في أحداث تغيير حقيقي في كوبا ولكن كان جفارا حالي يحلم بالأممية الاشتراكية وكان يتحرك فانتقل إلى دولة بوليفيا لأحداث تغيير فيها فشل جفارا في بوليفيا قتل في بوليفيا لم ينحز له الفلاحين ولا العمال في الجسم البوليفي لاختلاف الطبيعة النفسية عن الجسم الكوبي فدائماً نؤكد قاعدة أن دائماً وجود الحركات الناشئة في داخل الإقليم الفاهمة لنفسياته ودمغرفيته وتركيبه السكاني غالباً ما تكون هذه الحركات أقرب إلى النجاح أما استراض حركة من الحركات أو حتى فلسفة من فلسفات الحرك وتركيبها في داخل إقليم ما بالضبط تمثل كما أشرت في الكتاب عملية زرع أعضاء في داخل الجسم البشري هي مفيدة للجسم البشري ولكن الجسم البشري يعني عندما حتى يتعود أن يقبل هذا الأوضو الجديد يحتاج إلى عمليات تصبيت للمناعة وإلى علاجات ضخمة جداً حتى يقبل الجسم الغريب الداخل عليه رغم أنه قد يكون الزراعة مفيد له أو كبد أو إلى غير ذلك ولكن طبيعة الجسم أنه فيه ممنعة وفيه رفض لأي جسم غريب وهكذا إذن أجسام الدول والحركات فكلما كانت الحركة بنت الإقليم تنشأ فيه تعرف خصائصه تعرف طبيعة سكانه من هو له تكون فرص نجاحها بدرجة من الدرجات أكبر أكبر بشكل كبير نكاد نكون اليوم يعني انتهينا من الفصل الأول في كتابنا حركات التغيير والحراك الجماهيري في إطار سلسلة الجغرافية في خدمة الشعوب ألخص ما تم في هذا الصف ألخص ما تم في هذا الفصل بمجموعة من القواعد الهمة جداً لا نجاح لحركات التغيير إلا بفهم شخص الإقليم الذي تنشأ فيه لا نجاح لحركات التنمية والتغيير إلا بفهم دمغرافيا الإقليم الذي تعمل فيه لا بد لحركات التغيير من شرائح ثلاث شريحة البدء والتغيير وشريحة البناء والاستقرار يلزم لحركات التغيير معرفة شريحة الشريحة السكانية في الإقليم الذي تعمل فيه شريحة الطلاب هي الشريحة الذهبية التي تزيد ولا تنقص هناك أيضاً نختم في هذا الاستعراض اليوم بالمعادلات الذهبية لتلخص هذا الفصل حركة التغيير زائد فهم شخص الإقليم هناك يعني نجاح للحركة حركة التغيير مع عدم فهم شخص الإقليم يعني فشل لهذه الحركة حركة تغييرية مضاف إليها معرفة الشريحة السكانية نجاح الأهداف وسياسات الحركة حركة التغيير محزوف منها معرفة الشريحة السكانية تعني فشل للحركة حركة تغييرية زائد شريحة السلاسة البناء والبدء والتغيير والاستقرار تعني حركة مرشحة للنجاح حركة تغيير فقط تكتهي بشراحة البدء تعتبر بمسابة مشروع خيري لن يقع لأحداث تغيير كبير في داخل الجسم السياسي أو في داخل الدولة فاليوم طفنا معكم في هذه الجولة الفكرية في الفصل الأول من كتابنا حركات التغيير والحركة الجماهيري استعرضنا فيها شراحة سكانية وأليات تقسيم الشرائح والشريحة الزهبية واسترادل حلول الاستراتيجيات من خارج الإقليم واستعرضنا فيها الحركات المهاجرة هل يمكن أن يكتب لها النجاح في داخل الإقليم وإلى اللقاء في مرة أخرى نستعرض الفصل الباقية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته